بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام كل عام وأنتم بخير ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولسائر الناس في هذا العالم من فضل الله تعالى وبركته في هذه الأيام الصالحات ونسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا ويرزقنا العمل الصالح بمنه وفضله إن الله تبارك وتعالى حين خلق الخلق في هذا الوجود جعل لكل مخلوق في هذا الوجود مهمة كل مخلوق له وظيفة يقوم بها هذه الوظيفة هي التي تحدد مكانته عند الله تبارك وتعالى فالجماد له وظيفة عند الله عز وجل والنبات له وظيفة عند الله عز وجل والحيوان له وظيفة عند الله عز وجل والإنسان الذي هو رأس المخلوقات في هذا الكون الذي جعله الله تعالى سيدا في هذا الوجود فقال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم يعني فضلناهم على سائر المخلوقات الإنسان الذي هو رأس الوجود في هذا الكون جعل الله تعالى له وظيفة جعل له مهمة أساسية يقوم بها هذه المهمة وضحها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم حين قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني وظيفة الإنسان عبادة الله عز وجل والعبادة أن يخضع الإنسان لأوامر الله تبارك وتعالى أن يؤدي ما أمره الله تبارك وتعالى به وأن ينتهي عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه فإذا أخلص الإنسان في أداء هذه الوظيفة في أداء هذه المهمة إذا قام بها على الوجه الأكمل والمراد كانت مكانته عند الله عز وجل في ازدياد وارتفاع وإذا قصر الإنسان في وظيفته تخلخلت علاقته بالله تبارك وتعالى واضطربت ولذلك وجدنا المولى تبارك وتعالى نوع العبادات جعلها أنواعا وأقساما وألوانا متعددة لماذا؟ حتى يمكن للإنسان أن يبادر إلى الله تبارك وتعالى وأن يؤدي عبادته بأي شكل كان وفي أي حال كان عليه فجعل الله تبارك وتعالى من العبادات ما يؤدى بالأقوال كقراءة القرآن وكذكر الله تبارك وتعالى وكالدعاء لله عز وجل وجعل من العبادات ما يؤدى بالعمل بالفعل كالصلاة وجعل من العبادات ما يؤدى بالمال كالزكاة وجعل من العبادات ما يؤدى بالعمل بالبدن وبالمال كالحج وجعل من العبادات ما يكون بترك الأشياء التي نهى الله تبارك وتعالى عنها كعبادة الصيام ثم إن الله تبارك وتعالى فاضل بين هذه العبادات جعل عبادات أكبر في الجائزة وأكبر في الجزاء وأكبر في الثواب من بعض العبادات الأخرى بناء على أي شيء بناء على ما يقدمه الإنسان في هذه العبادات لله تبارك وتعالى فجعل الله تبارك وتعالى العبادات على درجات فإذا نظرنا إلى العبادة التي أكرمنا الله تعالى بها في هذا الشهر الكريم عبادة الصيام وجدناها قد وصلت وبلغت بين العبادات مرتبة لا تلحقها فيها أي عبادة أخرى جعل الله تعالى الصيام في مرتبة رفيعة بين العبادات في ذلك يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الصيام خاصة من بين العبادات ينسبه الله تبارك وتعالى لنفسه يجعل الله تبارك وتعالى ثوابه إليه وحده معلوم أن الإنسان إذا أدى عبادة أو أدى طاعة فإن الله تعالى وكل ملائكة يسجلون هذه الطاعات وثواب هذه الطاعات في صحيفة كل واحد منا لكن الصيام جعله الله تبارك وتعالى بينه وبين العبد خالصا لا يطلع على ثوابه أحد إلا الله تبارك وتعالى وذلك لاختفاع الجزاء والثواب وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال عليك بالصيام قلت يا رسول الله أو غير ذلك قال عليك بالصيام قلت يا رسول الله أو غير ذلك قال عليك بالصيام فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أو غير ذلك قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له فإنه لا مثل له يعني لا يعادله ثواب عبادة أخرى عند الله عز وجل ولا تعادله عبادة أخرى في مكانته عند الله تبارك وتعالى ولذلك المولى تبارك وتعالى حين أكرمنا بهذا الشهر الكريم حين أكرمنا بهذا العطاء العظيم ينبغي علينا أن نفهم أنه يريد أن يعطينا ثوابا عظيما ثوابا جزيلا الصيام يربي في الإنسان ملكة لا تربيها فيه أي عبادة من العبادات الأخرى وهي أن الله تبارك وتعالى يمرن فيه نفس الإنسان ويدربها على قطع عاداتها الإنسان معتاد في غير رمضان على أن يأكل وعلى أن يشرب وعلى أن يأتي من الأمور ما هو مستطاب ومستحب له لكنه في رمضان يجد قيودا يفرضها الشرع على بعض الأشياء التي اعتاد عليها في غير رمضان فيعتاد الإنسان على مخالفة عادته ومخالفة العادة وقطع العادة يربي في الإنسان قوة الإرادة يربي في الإنسان القدرة على أن يبتعد عما فيه مهلكته أو ما فيه معصية لله عز وجل المعصية ما هي؟ المعصية هي عبارة عن رغبة تتحرك داخل الإنسان ولا يستطيع أن يسيطر عليها إما لضعف إرادته وإما لرغبته الشديدة في هذه الشهوة أو في هذه المسألة فيأتي رمضان ليدرب الإنسان على ترك هذه العملية على ترك هذه الرغبات الله تبارك وتعالى جعل في داخل كل واحد مننا جهازا يتحكم في إراداته ورغباته لكن إذا استطاع الإنسان أن يربي هذه الملكة في نفسه يترك الإنسان الطعام الحلال ويترك الإنسان الشراب الحلال ويترك الإنسان العلاقة الحلال كل هذا لأجل الله تبارك وتعالى ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري إن الله تبارك وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله يعني يقطع عادته وما تمرنت عليه نفسه في غير رمضان لأجل ذلك ثم إن الإنسان في رمضان يفعل أمرا لا يستطيع أن يفعله في غيره الإنسان في غير رمضان ينتهي عن المحرمات كما أمر الله تبارك وتعالى لكنه في رمضان لا ينتهي عن المحرمات وحدها وإنما ينتهي عن الأمور الحلال التي أحلها الله تبارك وتعالى فهو لا يترك الطعام الحرام ولا الشراب الحرام ولا الأفعال المحرمة لأن المحرمات مأمور أن يتركها في رمضان وفي غيره أما في رمضان فهو مأمور أن يترك جزءا من الحلال ليربي نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى فإذا فعل ذلك استحق الارتقاء بمكانته عند الله تبارك وتعالى ولذلك أعد الله سبحانه لأهل الصيام مكانة ودرجة خاصة في الجنة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق دونهم فلم يدخل منه أحد غيرهم جعل الله تعالى لهم في الجنة بابا خاصا يدخل إلى جناح خاص في الجنة فيه من ألوان النعيم فيه من ألوان المتع فيه من ألوان التنعم التي أعدها الله تبارك وتعالى لأهل هذه الطاعة ما لم يعده الله تعالى لغيرهم من أهل الجنة فإذا دخلوا إلى هذا المكان إذا دخلوا إلى هذا الجناح أغلقه الله تبارك وتعالى عليهم فلم يدخل منه أحد غيرهم فلذلك يكون أهل الصيام في أعلى المراتب عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم خالص التوفيق إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه موسيقى